تشهد مملكة البحرين تقدما في مختلف مسارات التنمية بما يعزز تنامية قطاع العقارات كأحد القطاعات ذات الإسهام الفاعل في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم أيده الله ورعاه نعم حيث شهدت تداول العقاري في مملكة البحرين نموا ملحوظا خلال النصف الأول من عام 2023 ما يؤكد الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده المملكة بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص يعد قطاع العقاري في مملكة البحرين أحد القطاعات التنافسية الجاذبة للاستثمارات ويسهم في دعم الاقتصار الوطني وذلك في ظل ما تعظى به القطاعات المختلفة في مملكة البحرين وخاصة القطاع العقاري من اهتمام من قبل جلالة الملك المعظم ومتابعة مستمرة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وفي هذا الإطار أعلن جهاز المساحة وتسجيل العقاري أن حجم التداول العقاري خلال النصف الأول من عام 2023 بلغ 542 مليون و643 ألف دينار بحرين وأوضح الجهاز أن حجم هذه التداولات خلال الربع الثاني من عام 2023 بلغ 299 مليون و618 ألف دينار بحريني فيما بلغ عدد المعاملات خلال النصف الأول من عام 2023 13397 معاملة بنسبة زيادة تقدر بحوالي 11% عن نفس الفترة من العام الماضي هذه الأرقام تؤكد نمو القطاع العقاري في مملكة البحرين بشكل ملحوظ ومتسارع محقق المزيد من النتائج بمستويات جيدة تتوازى مع المؤشيرات الإيجابية المتحققة في خطة تعافي الاقتصادي كما يتميز هذا القطاع بإجراءات حكومية منظمة وميسرة للمستثمرين تترجم رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وتدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وللقطاع الخاص دور كبير في النمو العقاري الذي تشهده مملكة البحرين وذلك من خلال تجشين العديد من المبادرات الرامية لتعزيز دور القطاع الخاص وتهيئة البيئة الملائمة لاستقطاب الاستثمارات إذ أصبحت المملكة اليوم الوجهة المثلة للاستثمار في القطاع العقاري لما توفره من تشريعات ضامنة للحقوق وإجراءات ميسرة ومحفزة على الاستثمار العقاري في مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر